ولكن زيادا ما نخفيوش أنه كانت هناك لقطة ضرب الجزاء تجاهلها الفار وتجاهلها المخرج لصالح بركان عار على بلد كبير كيف مصر فينال كاف تتصيرها كيف عار كيف عار تحكيمي يا حقيقة مع أنت ضرب الجزاء وافحة نهضة بركان ما ش ضرب الجزاء ديك؟ ما رجع على الجملة للفار ما ربعه ما ربعه ما ربعه إن التدخل في الحكام هي ثقافة لو كان عندي هذه السلطة اللي أتدخل في تعيين حكام المنتخبات الوطنية إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحية للجميع مرحبا بكم فيديو جديد كما سمعت في المقدمة ديال الفيديو أول اعتراف من الإعلام التونسي بوجود ضربة جزاء لفريق نهضة ريد أبريكانية في لقاء الأمس ضد فريق الزمالي في نهاء الكاف وكذلك انتقد المخرج ديال التلفزيون المصري الذي رفض إعادة اللقطة ديال ضربة جزاء لفريق البرتقالي إذا الإعلام التونسي تتكلم على هذا موضوع تتكلم أيضا على المدرب ديالهم معين الشعباني الذي يدري فريق نهضة ريد أبريكانية وخايفين يتكرر نفس السيناريو من مخرج التلفزيون المصري في النهاء المقبل في دور أبطال إفريقيا بين التراجي وكذلك الأهل المصري المباراة ديال دهاف في رادلس انتهت بصفر لمثله واليوم الإعلام التونسي خايف يتكرر نفس السيناريو مع فريق التراجي كذلك أيضا نخليكم مع البلاغ ديال اليوم ديال الكاف البلاغ ديال الكاف أنا جاني فقط بغوي هدنه الأوضاع وبغوي سكت الإعلام ديالنا المغربي وكذلك بغوي سكت فريق نهضة ريد أبريكانية والجامعة الملكية المغربية لكرة قدم ما ينكش لا بد علينا أننا نوصل الرسالة الكاف بأن ما حدث في لقاء الأمس فرى فضيحة فضيحة في كرة قدم الإفريقية ومهزلة من المخرج ديال المباراة الذي رفض إعادة ولو جزء من اللقطة ديال ضربة جزاء لفريق نهضة ريد أبريكانية نقرأوا البلاغ ونشوفوا البلاغ ديالاتحاد الإفريقي الذي أدانا بشدة الانتهاكات الأمنية وتصرفات الجماهير قبل وبعد إياب النهائي ديال كأسة الكونفيدرالية الإفريقية ما بين الزمالك وفريق نهضة ريد أبريكانية وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة قدم إحالة القضية إلى الجهات المعنية واللجان المتخصصة فيها الكاف لتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأذيبية اللازمة بشأن ما حدثه وسلوك نادي الزمالك المصري ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء المباراة وبعدها إذن هذا هو البلاغ ديال الكاف بلاغ ديال كاف صراحة أنا فاجأني لأن هذا البلاغ صراحة كامل المفروض أن يكون بلاغ حول المباراة حول مخرج ديال المباراة الذي قام بفضيحة كبيرة بعدم إعادة اللقطة ديال ضربة جزاء ديال فريق نهضة ريد أبريكانية كامل المفروض أن يكون بلاغ على المشكلة هذا ديال النقل التلفازي وشوفنا الإعلام المصري اللي تكلموا قال بأن في التلفزيون المصري أو المخرج المصري دائما في الفار عندهم واحد الشاشة اللي كتكون فيها الإعادة ديال اللقطات ديال المباراة يعني الغرفة ديال الفار ما كتتحكمش فيها وهذا ما حدث أمس البريحة إخواني